أحييكم مشاهدين إذن قال موقع ميدل إيست آي أن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا انتقادات لاذعة بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لأحياء الاتفاق النووي مع تحذير طهران لواشنطن أن لديها خطة بديلة في حالة انهيار المفاوضات وأشار الموقع إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس بأن على إيران التخلئ عن مطالبها خارج الاتفاق النووي الأصلي من أجل التوصل للاتفاق حيث استبعد إجراء مزيد من المفاوضات وطالبت طهران واشنطن بمزيد من المرونة حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن هناك ثلاث قضايا إذا تم حلها فيمكن التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة وقال أن بلاده لا تريد التوصل لاتفاق يفشل على أرض الواقع بعد أربعين يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر وأضاف الموقع أن الاتحاد الأوروبي يتطلع للضغط على كل الجانبين للإعلان عن دعمهما لنص السادس والعشرين من يوليو تموز الذي اقترحته الكتلة الأوروبية لإحياء الصفقة ووصفها دبلوماسيون أوروبيون بأنها لحظة نعم أو لا أورد موقع ميدل إيست آي أن الانتخابات المبكرة في العراق لن تكون حلا للأزمة الراهنة وينقل الموقع عن خبراء قانونيين القول أنه إذا أجريت الانتخابات دون تعديل الدستور فقد يواجه العراق المشكلة نفسها لأن إجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الحالي وآليات الانتخابات الراهنة لن يغير الواقع الحالي ووفقا لمصادر موقع ميدل إيست آي فإن أي من الأحزاب المتصارعة لن يفوز بأغلبية صريحة وأن تصريحات قادة الكتل بشأن الانتخابات وشرعية الدولة والبرلمان إنما تطلق للتغطية على أهدافهم الحقيقية ويقول الموقع نقلا عن مراقبين دوليين أن واشنطن وطهران بصفتهما القوتين الأكثر نفوذا في العراق لم تتدخلا بعد بسبب إنشغالهما بملف أكثر أولوية لهما وهو ملف المفاوضات النووية إلى هارتس التي نقلت اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مقتل خمسة أطفال فلسطينيين في غارة جوية على مقبرة الفالوجة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة في اليوم الأخير من الحرب الأخيرة على القطاع في السابع من الشهر الجاري ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن هذا الإعلان يأتي خلافا للتقديرات الأولية للجيش الإسرائيلي التي رجحت أنهم قتلوا في إطلاق فاشل لصاروخ تابعا للجهاد الإسلامي وكشف التحقيق العسكري الإسرائيلي أنه لم يتم رصد أي إطلاق لأي صواريخ أو قذائف فلسطينية في هذه المنطقة بينما كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف أهدافا فيها في ذات الوقت قالت صحيفة إسرائيل اليوم أن عملية القدس التي وقعت في الساعات الأولى من فجر الأحد شكلت إنذارا لأجهزة الأمن الإسرائيلية لأنها حصلت في البلد القديمة من القدس المحتلة ويقول الكاتب ناداف شرغاي أن عملية القدس تعتبر من وجهة نظر الفلسطينيين ناجحة تماما أما من وجهة نظر إسرائيل فالعملية تعتبر تهديدا لجوهر الوجود اليهودي في القدس القديمة وللأماكن المقدسة فيها لأنها وقعت قبل أسبوعين فقط من شهر أيلول سبتمبر حيث سيأتي عشرات الآلاف من اليهود لزيارة حائط البراق لأداء طقوس الغفران وأضاف أن القناعة الإسرائيلية السائدة هي أن هذا الهجوم لن يكون الأخير فضلا عن كونه لا يهدد فقط سلامة المستوطنين اليهود بل إنه يستهدف جوهر الوجود اليهودي في البلد القديمة قالت الباحثة الأمريكية سارا إي ييريكس في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز إن قادة المعارضة التونسية وممثلي المجتمع المدني يبذلون جهودا بطولية لأحياء التجربة الديمقراطية التي تحتضر الآن بعد أن أعطى الدستور الأخير الحق لقيس سعيد الرئيس التونسي بانتزاع السلطة واحتكارها بشكل قانوني ومنظم وذلك بعد عملية تدمير ممنهجة قام بها ضد المؤسسات الدستورية الوطنية أعادت تونس إلى المربع الأول وأوضحت الكاتبة أن السعيد تمكن من تنفيذ انقلابه على السلطة مستغلا جائحة كورونا وتضرر الاقتصاد التونسي والانقسام السياسي والشلل الذي أصاب الحياة السياسية حيث وضع التونسيون ثقتهم وأمالهم في رئيس قد يغير من الركود السياسي والواقع الفاسد لكن سعيد استطاع في عام واحد انتزاع السلطة ومصادرة رأي التونسيين لأجل غير مستمى قال الكاتب إيشان ثيرور في مقاله بصحيفة الواشنطن بوست أن تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية آخذان في الازدياد في أفريقيا ويضيف الكاتب أن رحيل الفرنسيين من مالي واستقطيع في العلاقات بين حكومة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون والمجلس العسكري المالي الذي استولى على السلطة في أب أغسطس العام 2020 ونفذ انقلابا ضمن انقلاب على حد تعبير ماكرون نفسه ويشير الكاتب أنه مع مغادرة القوات الفرنسية لمالي متوجهة إلى الناجر تختتم باريس رسميا مهمة دامت نسع سنوات لكنها انتهت غير مكتملة تاركة الوضع الأمني المتدهور بشكل مثير للقلق ونقل عن الخبير الجيو سياسي ألفا الهادي كوينا قوله أن الوضع أسوأ مما كان عليه في العام 2013 ويرى الكاتب أن خروج فرنسا من مالي يبرز مدى خطورة الوضع الأمني السائد ومدى صعوبة معالجته حيث يعتقد أن المجلس العسكري الحالي في مالي يسعى لاستبدال مساعدة فرنسا من خلال تجنيد مرتزقة من شركة فاغنر الروسية سيئة السمعة وهي اتهامات تنفيها حكومة مالي قالت نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من القاضي عدم الكشف عن الإفادة الخطية التي أعطت مكتب التحقيقات الفيدرالية سببا محتملا لاقتحام منزل دونالد ترامب في منتجعه الخاص وأضافت أن وزارة العدل ترى أن الإفادة الخطية ستكون بمثابة خارطة طريق للتحقيق الحكومي الجاري وستقدم تفاصيل محددة حول اتجاهها والمسار المحتمل واستندت الوزارة إلى أن الكشف عن الإفادة يمكن أن يضر بقدرتها على الحصول على تعاون من الشهود ليس فقط في تحقيق منتجع ترامب ولكن أيضا في التحقيقات الإضافية التي يبدو أنها تاموس الرئيس السابق شكرا لمتابعتكم مشاهدين لعرض الصحافة هذا ليس كل شيء المزيد في هذا اليوم مع ليلة وجلال شكرا للمشاهدة